وقعت جمعية الكاريتس الأردنية اتفاقية شراكة وتعاون مع جمعية مجلس الكنائس للشرق الأدنى لإغاثة اللاجئين تم بمجبه الاتفاق على عمل دورات تدريبية وتشكيل فرق مشتركة لدعم العائلات المحتاجة من الأردنيين واللاجئين بغض النظر عن الجنس أو البلد أو الدين بالإضافة إلى تنظيم دورات في مجالات الوعي الصحي والتدريب المهني وإقامة أيام طبية مجانية وتقديم مساعدات الإغاثة الطارئة والاحتياجات المتعلقة بالأمهات والأطفال الكاريتس الأردنية من خلال آخر سنتين توجهت لتوقيع اتفاقيات مع عدد كبير من مؤسسات الكنسية في الأردن لتعزيز الشراكة الشراكة موجودة لكن الاتفاقي هي لتعزيز الشراكة لتعزيز العمل المشترك لتفادي الأخطاء المرتكبة اليوم نحن عملنا مؤسسات عندنا أهداف واضحة الاتفاقيات بتساعدنا بالميدان أنه نتفادى أنه يصير في تعاون أكتر على مستوى المملكة أكيد اليوم نحن في فرحة كبيرة أنه قدرنا نوقع مع مجلس الكنائس مؤسسة لها تاريخها العريق في الأردن وكمان على مستوى الشرق الأوسط معنا نفس الأهداف وبالميدان إن شاء الله من اليوم رح يكون في تعاون وثيق بناتنا أكيد الخطط المستقبلية أنه إطلاق حملات مشتركة مع مجلس الكنائس ومع المؤسسات الثانية اللي خلال الآخر سنتين وقعنا معهم هذه الاتفاقية هي اتفاقية تعاون وشراكة على عمل دورات تدريبية ودعم العائلات المحتاجة إن كانوا أردنيين أو مهجرين من جميع الفئات من جميع البلدان من جميع الأديان ما بتفرع عندنا الأيدين الهدف عندنا أنه نوصل الدعم يكون الدعم مشترك ما بيننا أو بين جمعية الكاريتات الأردنية وإن شاء الله نكون على أدهاي المسئولية ونقدر نوصل الدعم لكل الناس المحتاجين رح نعمل دورات تدريبية مشتركة رح نعمل اتفاقيات مشتركة على عمل شغلات تساعد هذه الفئات المستهدفة اللي هي الناس المحتاجين